في حلقة الموسم الجديد من مسلسل الأسيرة ستستمر رياح الفراق في الهبوب في المسلسل فأرهن في السجن وحراء في القصر تحت أسر عفيفة لكن حتى لو استمر هذا الفراق لأشهر أو حتى سنوات فإن هذا الفراق لن ينعكس علينا كثيرا إذن سيكون هناك تخط زمن في السلسلة نظرا لأن حراء وأرهن ما الشخصية الرئيسية في المسلسل وقد غادرت الشخصية الرئيسية الأخرى في المسلسل كنان ونورشا سيكون من الضرور أن يلتقي أرهن وحراء ببعضهم البعض في بداية الموسم لأن البقاء بعيدين لفترة طويلة سيؤدي إلى خفض التقييمة إلى نقطة السفر بخلاف ذلك سيكون من المحتم أن تنتهي السلسلة مبكرة وتودع الشاشات في الموسم الجديد سيتصل أرهن بقصر ديميرهال لعدة مرت من هاتف السجن المدفوع مسبقا ويريد أن يخبر حراء عن مدى حبه لها ومع ذلك لن تتحل حراء الفرسة للقاء أرهن أولا مرة واحدة هايث تقوم الساحر عفيفة بربض يدي حراء وذرعيها بسلسلة وحبسهما في غرفة عندما ترد عفيفة على الهاتف سيسأل أرهن عن حراء وستخبر عفيفة أنها تخلت عنك يوم دخلت السجن يا بني في الواقع على الرغم من أن كل خطة غادرة قامت بها عفيفة بين أرهن وحراء قد جعلت الزوجين أقرب إلى بعضهم البعض فإن قلوب أرهن وحراء الذين لم يسمع من بعضهم البعض منذ أشهر سوف يتمزقني إلى أشلاء ستشعر حراء بأن أرهن يشعر بالفضول تجاهها ويفكر بها طوال الوقت وسوف تتطلع إلى الأيام التي ستقضي فيها وقتا ممتعا مع أرهن مرة أخرى وتخوص في الأحلام إذا كنتم تتذكرون قال أرهن وحراء في محادثتهم الهاتفية الأخيرة عندما تفكرين بي ضع يدك على قلبك حتى لو كنا منفصلين قلوبنا ملك لبعضهم البعض في كل مرة تفكر حراء في أرهن ستضع يدها على قلبها وتقول أنها ستبدل كل ما في وزعها من أجل نم شملها معها ستتصل المرأة الغامضة بعفيفة وتخبرها أنها ستعطي الصور لحراء فقط لقد وصلت إلى نهاية هذا التحليل أيها الأصدقاء لا تنسوا التعليق أدنى والإعجاب بالفيديو الخاص بي